بخصوص ذكر السيد المالكي تصريحات الشيخ قصر خزعلي وكذلك تلاها سيد الكاظمي هي بمثابة تذكير السوداني بأنك مرشحة ولازم مالكي قصر سيد المالك وقصر خزعلي من بحث تذكيت الكاظم عفوا بعد نفسار كم سنة أنت مرشحة تعتبرها تصريحات طبيعية أم للتذكير أم للجسة النبض برايج يعني هو حتى في اجتماعاتهم المغلقة يتحدثون عن هذا الشيء أنه أنت لا تنسى مرشح الإطار وحتى في لقاء مع مجموعة من المحللين السياسيين هو اضطر أنه يقول أنه أنا مرشح الإطار وما راح أنسى هذا الشيء وكذا فبالتالي هو بالفعل يعني هذا معب الغائم هذه التصريحات ما الكل يعرف بأنه سيد السوداني مرشح الإطار التنسيق ومن أتابه ليش هذه التصريحات؟ حتى ما يجاوز خطوطه خوف كونتالي يقول لك من المكانة وبدأ يأخذ الشعبية وعصداء والكارزمة أنا أتفق مع دكتور رياد أنه راح يأخذ مساحة كبيرة فيه خوف من هذه المساحة الرأيك؟ من جمهور الشيعي وخصوصاً من جمهور الإطار أكيد خوف من هذه المساحة حتى يتحدثون أنه هو مشروع زعامة لما يحبوها أنه يكون هو زعيم إذا اشتغل صح أنا متأكدة أنه حتى يكسب كثير من الناس اللي كانوا مقاطعين الانتخابات إذا اشتغل بشكل حقيقي وبشكل يعني جدي مو مثلاً يعني مشاريع أو الأشياء الصغيرة ما يعني بصراحة يعني نصيحة من محب لسهيد السوداني أنه لا يضاقمها لأن الحكومة السابقة الكاظمي أنه كان يسوي شيء بسيط والإعلام بيكبروا لي سوها سهور لا ما أدري والأشياء أو شيء جديد سوها؟ من أدناها مرتي أنا ممكن بالبدأ قلت كذلك الطريق التصريحات يمكن لا لا أنا حتى يعني أنا أتحدث بشكل عام حتى في بداية من كان يذهب لبعض الوزارات أو يطلع يعني كلهم يعني كلهم سووا نفس الشرات يعني بداية يعني ما كان أكو شيء جديد فليهذا أقول أنه خلي يعود نفسه أنه يقلدهم هذولا يعني هما أساساً فاشلين فليش يقلد الفاشلين خليكون هو عنده طرق جديدة يعني ابتكارات في طريقة التعاطي مع الناس صدقني رائد يعني أنا أكو ناس بوسطى يحشون وياي بطريقة مثلا يقول لك شوكت نقعد من النوم مثل قبل سيارة التنظيف والمادري شون وتفتر بمنطقتنا وتنظف الشوارع وترش ومادري شون يعني شوف هاي الأشياء البسيطة اللي كلش بسهولة سيد السوداني يقدر يسويها أكو أشياء أكو النظافة في الأعاصمة يعني فتشي كلش بسيط وسهل يعني ما يراد لفعل بس هذا يحسب إلى اشتركوا في القناة